هل الاعتراف بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة على أرضها ولكن ما هي حدود أرضها هي معرفة بحدود الرابع من حزيران عام 67 بمعنى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطع غزة وإذا تطلعنا إلى مذكرات الاعتراف الحالية للدول الأوروبية تحدد نعترف بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران من عام 67 إذن الحدود معرفة الشعب معرف يعني عناصر قيام الدولة هي ثلاث الحدود الشعب والحكومة ونحن نعتقد ويشاركنا في هذا الرأي كثير من خبراء القانون الدولي أن الثلاث عناصر متوفرة لدولة فلسطين فبالتالي كل مكونات الدولة أصبحت متوفرة يبقى سؤال هل قادرة هذه الدولة أن تبصد سيادتها على أراضيها هذه قضية ما زالت يعني أراضينا تحت الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي نحن نسعى أيضا إلى بسط سيادتنا على ترابنا الوطني في الوقت الراهن ما هي عاصمته القدس القدس الشرقية لما قلنا حدود عام 67 هي تشمل الضفلة الغربية بما فيها القدس لكن هل هذا واقع؟ يعني نحن نتعامل ليس بمفهوم الواقع نحن نتعامل بمفهوم القانون الدولي إذا العالم سيتعامل مع الواقع وهو واقع مبني على القوة وليس على القانون نعتقد أننا سنصبح عالم تسود شريعة الغاب نحن نصر على ما أعطانا إياه القانون الدولي وما أجمعت عليه مقررات الأمم المتحدة والشرعية الدولية طيب سعدت سفير كيف ستتعامل دولة فلسطين مع باقي أراضيها المحتلة خاصة مع موضوع الاستيطان موضوع غزة موضوع تفاصيل كتير كيف تتعامل الدولة؟ نحن أولا الاستيطان بموجب القانون الدولي وبإجماع دول العالم بالمناسبة باستثناء دولة الاحتلال العنصري أن الاستيطان غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي وبالتالي المستوطنات يجب أن تزال الآن كيفية إزالة هذه المستوطنات نحن نصر على أنه لا أساس قانوني أو شرعي بتاتا لوجود المستوطنات أكثر من ذلك بميثاق روما الذي أسس محكمة الجنايات الدولية الاستيطان هو جريمة حرب فبالتالي نحن سنواصل كل الطرق القانونية ضمن القانون الدولي والمؤسسات الدولية لملاحقة دولة إسرائيل لإنهاء هذا الاستيطان وهذا الاحتلال